لماذا هذا التمنع من الأول أن كنت ستمضي في هذا الاتجاه؟ يعني لإجداء بعض المكاذب، لإجداء بعض المتظاهرين في الشارع ومش هكذا، بس أنت تصب جام غضبك على المشاركين وتشتم فيهم وتحتبره أن هذا حوار ترشان وما إلى ذلك وتأتي وتنفرد بالمكون العسكري في حوار يعني لا يعتبر هذا نوع من ال... لا نريد أن نسميه التفاهة السياسية ولكن دعنا نقول نوع من الازدواجية في الفروق السياسية هي على كل هشاشة سياسية في الحال الحزبية السودانية بشكل عام وهذه الهشاشة تعود لمجموعة عوامل ضعف البنية السياسية، ضعف البنية التنظيمية لهذه الأحزاب قياب الكاريزما القيادية لكثير من الأحزاب كانت لها في يوم من الأيام قيادات تاريخية لها صورة وجولة في تاريخ السودان كل ذلك الآن يتلاشى ويتراجع غياب المؤسسات التي تصدر عنها عملية التخطيط العام الاستراتيجي من خلال المؤتمرات إلى غير ذلك أيضا هناك عامل مهم جدا علينا أن لا نتجاهله وهو هذه القوة تخضع لضغط شعبي خصوصا من الشارع الذي عبئ لدرجة بعيدة جدا فالآن عندما تريد أن تجلس مع ذات الشخص الذي كنت تقول لهم بأنه لا تفاوض لا حوار يعني المئة شعب هؤلاء الذين قتلوا خلال فترة الماضية كل ذلك ما يصلون إليه الآن كان متح في قبل هذا الدماء يعني تماما وبالتالي هذه الإشكالية هذه الإشكالية ويغطى هذا الوضع من جانبهم يدركون تماما كقوة سياسية تحسب الأمور بمنطقة السياسة يدركون أنهم إذا بقوا من هذا الحوار فإن القطار سيذهب ويتركهم وإذا أيضا استجابوا بشكل سريع سيفقدوا شيء من ماء وجههم عند الشارع لكن في كل أحوال هي كما تفضلت فيها غياب للمصداقية فيها عدم شفافية فيها نوع من للأسف الشديد استرخاص الدماء لتحقيق أهداف قد لا تكون أهداف ذات طابع وطني وقومي بقدر ما هي أهداف أحياء أقرب إلى الشخصانية منها من الحال العام